تنفيذا لتوجيهة صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادل العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالملتقى الحكومية 2017 والذي عقد برعاية صاحب السموة الملكية الأمير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة وبمبادرة من صاحب السموة الملكية ولي العهد بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات الحكومية المستقبلية على نمعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنتين الوزريتين الإعمار والبنية التحتية والشؤون المالية وضبط الإنفاق عن إقرار تسع سياسات واثنتين وثلاثين مبادرة سيتم تنفيذها بأكثر من مائتين وخمسين مشروعا مقترحا والتي تمثل في مجملها وبشكل أولي التطلعات الحكومية المستقبلية في المحورين المالي والاقتصادي والبنية التحتية وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة قد ترأس بمركز عيسى الثقافي صباح اليوم ورشة العمل في المحورين المالي والاقتصادي والبنية التحتية حضرها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنتين الوزريتين وأكثر من مائة مسؤول حكومي ووجه معاليه الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء الذين شاركوا الأسبوع الماضي في الإجتماعات التنسيقية لموصلة عقد عدد من الإجتماعات خلال المرحلة المقبلة وذلك لإعداد التقرير النهائي بحلول فبراير 2018 وقال معاليه في كلمة أنقاها خلال افتتاح ورشة العمل يعكس تجمعنا اليوم ما توليه القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلاء نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من رعاية واهتمام بالمواطن البحرني بكونه محور التنمية المستدامة كما أضاف معاليه أن الملتقى الحكومي الذي نعتبره سنة حميدة انتهجها سمو ولي العهد يهدف لتطوير جودة الخدمات الحكومية وتدعيم الأطر التنظيمية والتشريعية وتسهيل الإجراءات الحكومية ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة وأنه تتعامل تطلعات المستقبلية المنبثقة من الملتقى والتي تعد واحدة من مبادرات سموه ستسهم في تحقيق التعامل الأمثل مع مطلبات المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات وظروف مختلفة كما أعرب معالي الشيخ خالد من عبدالله عن شكره للمشاركين في الإجتماعات التنسيقية على ما بدلوه من جهود ومناقشات معمقة أفضت إلى أعداد نسخة أولية من تقرير المحورين المالي والبنية التحتية وما تضمنه من مخرجات مهمة سيستفاد منها في رسم ملامح التوجهات المستقبلية وذلك حتى عام 2022 وخلال ورشة العمل قدم سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير الشؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللاجلة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قدم عرضا أشار فيه إلى أنه تم الاتفاق بين المشاركين في الإجتماعات التنسيقية في محور البنية التحتية على تحديد أربع سياسات وهي تطوير البنية التحتية وتنمية المشاريع التي تخدم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ورفع كفاءة واستدامة الخدمات والمشآت الحكومية وتنويع مصادر تمويل المشاريع الحكومية إلى جانب سياسة الانتقال من مقدم للخدمة إلى منظم كما قدم مع علي الشيخ أحمد بن محمد آل خريفة وزير المالية نائب رئيس اللاجلة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق عرضا أشار خلاله إلى السياسات المالية المتفق عليها التي اتتمثل في تحقيق دمو اقتصادي مستدام وتنويع الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات وخفض المصروفات وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه أبلت بلاء حسنا ليماط الليثام عن حقيقة ما خلصت إليه اجتماعات اللجان التنسيقية التي جالت في سماء محورين اثنين أولهما محور البنية التحتية وثانيهما مالي بحت ترتكز عليه أغلب تلك المشاريع التي يضمها برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة ولعل من المهمة نشير في هذا الصدد إلى أن المرحلة المقبلة وبالتنسيق بين المعنيين في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومكتبنا ووزارة شؤون مجلس الوزراء ستشهد أقد أدداً من الاجتماعات بهدف البناء على ما تم رصده وتحقيقه في هذه الوثيقة الأولية وصولاً إلى بلورتها في صورتها النهائية بحلول شهر فبراير 2018 عبر ترتيب السياسات والمبادرات والمشاريع بحسب ألوياتها لما نزيد إرادات الحكومة ونستطيع أن نموّل برامج أكثر للمواطنين في النهاية زيادة الإرادات بعناها لاستمرار في تقديم خدمات أكثر تنوعاً للمواطنين وفي سياسة خفو المصرفات أيضاً هناك بعض النقاط التي تم مناقشتها وجزء كبير منها يأتي تحت تطوير كفاءة تقديم الخدمات الحكومية لغة الأرقام كانت هي الوسيلة التي استعين بها للإبصاح عن تلك المبادرات والسياسات وحتى المشاريع التي تمخضت عن اجتماعات مستفيدة تناول جوانبها كافة نخبة من التنفيذيين الحكوميين جاءوا على كل كبيرة وصغيرة من النقاط الهامة التي تكفل حسن العائد من مخرجاتها ومنطقية الإتمام الوافي لما تم الاتفاق عليه بالنسبة للبنية التحتية هناك أربع سياسات و17 محاور وأكثر من 170 مشروع وبالنسبة للشؤون المالية والاقتصادية كان هناك خمس سياسات وحوالي 12 محاور وأكثر من 80 مشروع يبدو أن من خلال هذه الاجتماعات ووش العمل تم صياقة السياسات على المحورين وإن شاء الله هذا يحط الحكومة والوزارات ومؤسسات الدولة على درجة عالية من الاستعداد لكي تنطلق الحكومة إن شاء الله في برامجها المستقبلية بسرعة أفضل وبكفرة عالية قراءة تحليلية تركزت على أرقى المفاهيم لمرئيات جاءت وافية بمضامينها ليصار إلى فرزها وتصنيفها بالشكل الذي يخدم كل قطاع أو سياسة على حدود منفردة وضمن الأولوية المناسبة تركزت أساساً على تطوير البنية التحتية للقطاعات ذات الأولوية مثل النفط والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وأيضاً المعلوماتية والتكنولوجية وأيضاً ركزت على سياسة الانتقال للحكومة من مقدم للخدمة إلى منظم لها فهذه السياسة ستصبح بنقل كثير أو عديد من الخدمات التي تقدم الحكومة إلى القطاع الخاص وركزت أيضاً على مصادر للتنويل للمشاريع الحكومية والمشاريع الاستراتيجية مساع حكومية جادة تخطو بثبات قدمها نحو وجهة يستدل طريقها عبر الاستعانة بخارطة رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مرئيات سيقت نحو دوافع العزم على تنفيذها وأطروحات سقيت بفكر من يريدون ترجمتها على هيئة مشاريع نافذة تجود بما لديها حتى تصبح يوماً واقعاً ملموساً تنأى بنفسها عن أي شكوك قد تحوم في سماء جدواها مستقبلاً لتلفزيون البحرين محمد رشيدات